نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين اللاذب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب وجعل منهما الأبناء والأقارب وحملهم في البر على الدواب وفي البحر على القوارب أسأل الله جل جلاله أن يقينا وإياكم شر ما هو حاضر وغائب سبحانه له الحمد أولا وله الحمد آخرا وله الحمد أبدا أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرضى بها عنا وترضيه وترضيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم عباد الله هو المشغول بلا إله إلا الله لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين لا عز إلا في طاعته ولا غناء إلا في الافتقار لرحمته ولا سعادة إلا في القرب منه ولا فلاح ولا نجاح ولا صلاح ولا إصلاح إلا في الإخلاص له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودًا ويدًا بعثه ربه للإيمان مناديًا وللجنان داعيًا ولمرضاته ساعيًا وللمعروف آميرًا وعن المنكر ناهيًا بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة يا عباد الله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله بعثه ربه بكتاب كالشمس في ضحاغا وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن صار في منهج النبي محمد سار في ضوء النهار إذا جلاغا ومن أعرض عن هدي المصطفى تخبَّط في ظلمة الليل إذ يغشاغا اللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته واسقنا بيديه الشريفتي يا رب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا فأنت حسبنا ونعم الوكيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فاللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته واسقنا بيديه الشريفتي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين عباد الله إن الفلاح والنجاح والأمن والأمان والاستقرار والسعادة بكل أنواعها فورب البرايا لن نجدها إلا مع رسول الله قال ربنا جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا فالفلاح والنجاح والاستقرار والأمن والأمان وما كل ما فيه خير إن الذي جاء به هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ربه جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يا أحبابي يسلموا تسليما فاللهم ارزقنا طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخيار إذا ما هل شهر مارس أيها الأحبة من كل عام تدفقت الهدايا وإنا لله وإنا إليه راجعون بعض مننا أيها الأحبة في الله قدس هذا اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الأحبة إن دفعت وتكاثرت وتراكمت الهدايا إلى أفضل وأشرف مخلوق يمشي على الأرض ألا وهي الأم فتعالوا بنا نعيش أيها الأحبة في الله تحت هذا العنوان عيد الأم بين الحقيقة والإدعاء نعم يا أحبابي إخواني في الله أيها الأخيار أيها أحبتي في الله إن هذا العيد أيها الأحبة ليس بعيدكم وليس من منهج نبينا ولا من هدي نبينا لأن نبينا محمد جاء بما هو أفضل منه وأعظم منه وأشرف منه أول من احتفى بالأم هو الله اسمع جيد الله لتعلم قدرها لأن كثيراً منا أيها الأحبة وظاهرة قد دبت فينا كشباب ورجال ونساء وبنات قد يتخاصم الواحد منا مع أمه طيلة العام ثم يأتي إليها أحبابي وإخواني بعلبة من الحلوى لتقول يقول لها أمه سامحيني هذا كذب وافتراء وما أراده الله ولا أراده رسول الله تعال نمشي الخطوة بعد الخطوة من هي أمي هي رحمة ربي في أرض ربي كانت الجمعة الماضية عن الأم وهذه الجمعة كذلك عن الأم ووالله لو ظللت إلى أن إلى ما تبقى من آخر عمري أنا ومن هو أفضل من هو مني ملايين المرات لن يستطيع أن يوفيها حقها هذه المرأة أيها الأحبة يقول أحد السلف الصالح لما ماتت أمه يا شباب ماذا قال قال هذا البطل وعندما وقف على رأسها وبكى نعم يا شباب يا ناس تفقدوا وجوها آبائكم وأمهاتكم فوالله العظيم لتأتي ساعة يغيب فيها شمس أبي وكذلك شمس أمي تبحث عنها في غرفتها التي طالما كانت تجلس فكانت تنواديك بصوت منخفض ضعيف تعالى يا حبيبنا اللهم إِنَّا نَسْأَلُ كَلْبِ آبائِ وَالْأُمَّهَاتِ إِسْمَعْ هذا في العهد الذي قبلنا وفي الأمم التي قبلنا اسمع ماذا قال الله في البر بها يا من جعلت لها يوم يا مسكين يا مخدوع يا خادع يا ماكر اسمع إلى ربك وهو يتكلم عن هذه المرأة اسمع ماذا قال قال ربنا جل وعلا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَّا إِيَّاهِ بعدها جهاد قيام صيام لا والله اسمع أيها الأحبة في الله وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّا عندك الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اسمع حبيب وأخي في الله قال ملك الملوك كذلك وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئًا بعدها وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اسمع إلى غيرها وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا أُخْتُهَا في صورة العنكبوت وهي فريدة من نوعها اسمع وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اسمع وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما ليس لك به علم فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اسمع قال الملك جل وعلا في صورة الأحقاف وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّه دخل في موضوع الأم مباشر اسمع وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ نعم ثلاثون شهرًا هذه هي الأم التي احتفى بها ملك الملوك قبل أن يخلق الخلق أيها الأحبة أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله عليه قال النبي محمد فيما صح عن رسول الله من حديث أبي هريرة حينما جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي من أولى الناس أن تكون رفيقتي عمري ممدودٌ بعمرها من أولى الناس أن أكون تحت قدميها أن أكون ملتزماً عند أكرمكم الله إلى موضع نعلها قال النبي محمد أمك ثم قال الرجل حديث مشهور ولكن أين هو في دنيا الناس لما تسمع عن القلوب الجاحظة والقلوب القاسية التي فعلت بآبائها ورب الكعبة لو عُرِضت على إبليس ربما لتوقف اسم حبيبي قال النبي قال يا رسول الله ثم أي من بعد أمي قال أمك قال ثم أي قال أمك يا شباب لما إمام الهدى يؤكد على الأمر ثلاث مرات إذن الأمر عظيم وجلل إذن كثير منا من يرسب فيه ولا يكون له قدر وتعالى بنا نتفق من أول كلامنا يا جماعة من يرسب في البر أقسم بالله خسر الدنيا والآخرة ولا فلاح ولا نجاح له ولا استقرار ولا سعادة أبدا لهذا الذي عقهما أحبابي إخواني والذي قال ذلك هو النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم إثنان 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 يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من قتلت الناس أيها الأحبة الكفرة من يترى تارك الصلاة تارك الحج كلها كبائر ولكن النبي محمد اختار إثنتين من العقوبة تعجل في الدنيا راقبوا بعضكم بعضا راقب من هو قاسي القلب على والديه راقب من عقهما سوف تصرخ وتقول صدق النبي محمد اسمع ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إثنتان يعجلهم الله يعني في الدنيا قبل الآخرة قال النبي محمد العقوق والبغي يعني الظلم ورب الكعبة ما مات عاق إلا وجعل الله فيه آية قبل أن يموت فأدرك الموقف أدرك الموقف بين الحقيقة ما قلت وما أثبت بالقرآن والسنة أما الإدعاء الباطل ما أضحك عليها ببعض من أكواب شاي أو بأطباق وقد تركتها شهور والله العظيم لا أتحدث عن ما قرأت بل عن ما سمعت مباشر اسبوع الماضي ورب الكعبة رجل تجاوز الستين ستين من عمره ماذا ينتظر ابني بعد أن بلغت أنا ستين سنة ماذا ينتظر مني ماذا ينتظر مني بعد أن ضعف بصري وانحمى ظهري وأكدت أنني لا أستطيع من رعشة في يدي أن أرفع اللقمة إلى ثمي يا شباب هذا عقوق قال عنه أحد أهل العلم وإن لم يكن بوالديك إلا الكبر ثم تنتظر حتى يطعمك وقد بلغت أشدك أي بلغت ووصلت إلى العشرين من عمرك ثم تنتظر ليعطيك المال هذا عقوق لأنك حملته فوق طاقته اسمع هذا الأب المكلوم اسبوع الماضي ورب الكعبة ربما يكون يوم الثلاثة اسمع هذا الرجل يقول يا عم الشيخ لي ولدان أحدهما مهندس والثاني يا عم الشيخ فني وماتت زوجته منذ سنة ووالله ليس معي أحد إلا الله في شقتي تخيل يا شيخ إننا محبوس في الشقة لا أنزل إلا لأصلي ثم أرجع تخيل واحد مر عليه سنة وهو مغلق عليها كذا أحبابي أخواني في الله فقلت لولدي المهندس صاحب الشهادة ما نحن يا أحبابي أخواني فتوح شهدات قلت له يا بني والله لا أزيد كلمة لكن انظر إلى المرارة قلت يا ولدي ما تترك المكان اللي انت فيه انت مطلق امراتك شف كمانو انت مطلق يعني حياة قربانة مدمر مدمر هو مدمر يا بني حالتك مرتاحة مادي انت على عيش معي قال أما ذاك لا ما عيش معك قال له طب ممكن تقبل مني كل خمستاشر يوم تيجي تزورني زيارة ولو ساعتين قال له أنا مفاضلكش قال له طب كل اسبوع أقسم بالله من على منبر رسول الله الكلمة مع الكلمة ثم بكى كمثل الطفل يا الله يا الله على الدمع التي تنزل من والدي ورب الكعبة لو نزلت على جبل الصفالة فتتته نزلت بمرارة ثم قلت لا مش مشكلة بس برضك أنا بحب أشوفك ايه القلب ده يقول لك مش جايلك تقول له برضك أنا عايز أشوفك تقول له طب خلاص مش هتقدر كل اسبوع تيجيني كل اسبوعين ساعة قال له برضك أنا مش فضيلك قال له طيب كل ثلاثة ايام الدين اتصال كل ثلاثة ايام يا ابني اتصل علي اتصال قال له لما نشوف ثم بكر الرجل وقام قال والله العظيم من شهرين ونص ما رفع الهاتف ليكلمني ولو كلمة واحدة ثم قال لكلمة غريبة ادركوها شباب قال لي بس أنا يا عم الشيخ بدعوا عليه بالكل لهجة بتاعتنا العادية أنا بدعي عليه الغاية ما بتعب من الدعاء عليه الغاية ما بتعب وانا بدع عليه هذا الرجل بشروه اي الولد خسر الدنيا والاخرة ادركوما يا رجل بيحكوا عليك بواحد وعشرين مارس واستعدت انت انت والزوجة والزوجة موال يا نيامك اولا ان لم تكن رجل ما تتجواش ما تتجواش ان لم تستطع ان تقيم السفينة لا تتزوج حتى لا تضيع ابنة الناس ولا امك واحد يا امي يا زوجتي خطأ كل منهما له حق ان لم تستطع فانجو من السفينة واتركها اسأل الله العفو والعافية اسمع الى رسول الله اهديها لمن يقول انا مشغول مشغول باي ماذا احبابي اخواني والله العظيم يا احبابي اخواني قد تكون الام في نفس العمارة ويمر الاسبوع او الشهر وهذا المجرم ربما لا يدخل عليها وان تسح وان دخل العمارة يأتي عند الطابق الموجود فيه الوالد او الوالدة اذا به يتسحب كمثل المجرمين حتى لا تسمع الام ولا تشعر ان الابن قد وصل وان جاء بشيء في يده واراد ان يود يدخل ثم يترك يخرج يترك الطعام عند الباب حتى لا تراه المكلومة المسكينة سبحان الله ثم 21 مارس يا ام تعالي كل سنوة طيبة يا كذاب ضيعت الدين والدنيا والاخرة ليس هذا بعقوق قد اخترعوه لكم ان تودوها اما الام اسمع الى النبي محمد كيف تحتفي بها يا جماعة وانا اخيكم الصغير انت بالنسبة الوالديك عابد عابد تحفظ كلمتين الغيط ما تموت تقول حاضر نعم بس دي شغلنتك شغلنتك في الحياة ما تزودش عليهم والله العظيم ابكاني عبد الله بن عون عبد الله بن عون من السلف الصالح والله ابكاني ولولا التحقيق في كلامه والتثبت من انه قال ما قلنا على منبر رسول الله نادت عليه امه يوما قالت يا عبد الله اقولها للمشغولين يا عبد الله عارف عمله قال نعم امه بصوت مرتفع ثم هرول اليها ثم جسى عند غدميها وقبل الرجلين قال سامحيني امي قد رفعت صوتي على صوتك ثم قام عشان يستغفر الله فاعتقى يا احباب اخواني في الله رقبتيني ومكس الليل كله يستغفر الله ان صوته قد ارتفع عليها وهو يقول لها نعم امه فكيف بمن يسبها كيف بمن يضربها الشهر القبر الماضي قصة غريبة جدا جاءت في احدى القنوات ابن باتفاق ابن باتفاق او ارضاء لزوجته اسمع طرد الام بعد ان ضربها اسمع اسمع وهشم لها الجمجمة عارف الجمجمة هشمها نقلت الى العناية المركزة على الانفس الاخيرة جاء المحققون اسمعوها اسمعها من امك فجاء المحققون اليها وهي في الانفاس الاخيرة يحق يما دا المحقق مين اللي ضربك حسيني اسميته اقوال تقولهم لا ما فيش حد ضربني قالوا لا يحق كل الناس شهدوا ان ابنك اللي ضربك قالت لا هو ما ضربنيش انتو انا مسامحا انتم عايزين تضربوه زي ما هو ضربني لا يعمنا مسامحا ما لكمش دعوة بابني او احد يمسي ابني او احد يمد ايده عليه ايه الشغل دا ما يا اخي هي دي رحمة ربي في ارض ربي ثم بعدها بسلاث ساعات ماتت الى الله رب العالمين ادركها سوف توفي تاتي الساعة لتغيبه ايا اسمع اهديها للذي يقول انا مشغول يأتي معاوية ابن الحكم السلامي الى رسول الله قال يا رسول الله جيت اليك اجاهد معك ابتغي وجه الله والدار الاخرة قال له النبي محمد الك ام معك ام يا جماعة دريحي جاهد مع النبي محمد والنبي محمد يحتاج الى امس الحاجة الى الرجال العدد قليل ومعاوية ابن الحكم قوي الشاب قال له النبي محمد ويحك الك ام قال نعم قال ارجع ما تروحش الجاهد معايا عايز الجاهد ارجع الى امك فبرها هذا هو العيد ارجع الى امك فبرها كان عن ناحية اليمين من رسول الله ثم لف وجاء من ناحية اليسار رسول الله انا جئت اجاهد معك ابتغي وجه الله والدار الاخيرة قال ويحك الك ام قال نعم يا رسول الله قال ارجع فبرها في المرة الثالثة ارجع فبرها ثم زاد النبي وقال نفسك تكون في الجنة مع سيدنا النبي عارف مكان رقلين والدتك انزل هناك واثبت قدميك قال له النبي محمد في المرة الثالثة الزم قدميها فثم الجنة مكان الجنة موضع قدميها في معقولة يقولها بعض السلف من عاش خادما لأمه اسمعها باشا ليك بريستيج قدام الناس والأفلان المعدة هناك اسمع هذه الكلمة قالوا من عاش خادما لأمه عاش سيدا على قومه وأقسم بالله قد وجدناها ما تجد بارا إلا وهو محبوبا بين الناس مستور الحال له أولاد والحمد لله في غاية الطاعة له أما الآخر نسأل الله العفوة والعافية أيها الأحبة اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز أقول لك من هي أمك اسمع من أم عائشة عايز ترى رحمة أمك التي أنت إلى تلك اللحظة ما رأيتها اسمع تقول أم المؤمنين عائشة جاءت امرأة ومعها ابنتان معها بنتين ودخلت علي امرأة معها بنتين ودخلت على أم المؤمنين عائشة فبحست في بيتها أم عائشة فلم تجد إلا ثلاث ثمرات فجاءت أم عائشة بالثلاث ثمرات ودفعتها إلى الأم فأعطت ابنتها التي على كتفيها واحدة والثانية التي في يدها واحدة تبقت واحدة فنظرة التي هي في الأعلى والتي هي في يدها بعد أن استطعمت كل منهم منهما التمر كل واحدة خلصت التمر نظرت إلى ما في يدي أمها تعملين الأم ترميها وتقول كأنها مش شايفة حاجة فإذا بالأم تمسك التمر فتقسم دي أمك دي فتقسمها نصفين فتعطي الأولى وتعطي التي في يدها وهذه الأم لها سلاسة أيام ما دخل في بطنها شيء أم عائشة لما دخل النبي انهارت انهارت من البكاء ثم حدست النبي قالت رأيت أمرا يا رسول الله لم يكن في الحسبان ثم حكت للنبي فإذا بالنبي يبشر أم عائشة فيقول لها فيما معنى أما يرضيك يا عائشة أن الله قد غفر لهذه الأم وأدخلها الجنة بسبب رحمتها بابنتيها وفي رواية حرم عليها النار هذه هي الأم يا حبيبي لا تظن أن أمك لا تفهم كبرت وخورت يا حبيبي إذا هي بتعملك على عقلك دولك صح والله كلامك صح يا ابن صح والله يا ابن انت يطلب من طول عمرك مغرأنا في خيرك وهم كذب أيها الله العظيم والله قد يمر اليوم والأسبوع علينا إن كانت لم تسكن معك ودي طامة كبرى وبعض أولياء الأمور أمك معك ما بنجوش حد معه أم طب أيها الرجل يا ولي هذه البنت ألم تكن أم ابنتك يوما من الأيام سوف تصبح أم وكما تدين تدان ونسمع من قصص الناس ومن أحوال الناس سلاسة من الأولاد يأتون بهم اجتمعوا على أمهم ليرموها من الدور الرابع من الدور الرابع طب هذا الموقف كما قلت لو عرض على إبليس ماذا كان يقول لا والله أنا ليش بالقضايا دي راجع نفسك سوف نكتشف جميعا بأننا كذبة وأننا مقصرون ولكن إن أدركتها فأبشر أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله عليه بر آباءكم تبركم أبناءكم يبقى عيب تقول لي 21 مارس عيد الأم لا يا أخي دمام دقيقة عليك تمر إلا وواجب أن تجعل لأمك عيد كل دقيقة تجعلها عيد يا أخي كما يقال الشخصية الوحيدة الفريدة التي تعطي بدون مقابل هي أمي الشخصية التي تعطي ولا تنتظر جوابا ولا شكرا هي الأم إن أعطيتها قليل كادت أن تكبر تكبيرات العيد معنى قليل وإن أعطيتها الكثير قالت لا يا ولدي والله ما خد كله سبحان الله رب العالمين فأيها الأحبة في الله كل منا وأنا أولكم في هذه اللحظة يضع رأسه بين فخذيه ويستغفر الله من الماضي الملوس يوم أن رفعنا عليها الأصوات بدون داعي يوم أن دخلت عليها متجهما كالزئب لأن الطعام قد تأخر أو ازداد الملح أو نقص الملح وما كنت تعلم طب والله العظيم يا شباب بعض من أمهاتنا ماتوا وما اكتشفنا بأن هذه الأم كان عندها سرطان في الكبد إلا بعد موتها ما كانت تريد أن تخبر أولادها حتى لا تعزنهم وكان هذا الإبن مع هذه الأم التي بها سرطان في الكبد يدخل متجهما أنت طل عمرك أرفانة قلنا لك أحضر الطعام أنت مش مش عارف إيه الطعام غير مستوي وما علم المسكين هذا أنها كانت تنزف دما وهي تعد له الطعام اللهم بارك لنا في أمهاتنا واعفوا عنا واغفر لنا يا كريم وتأي من الذنب كمن لا ذنب له توبوا إلى الله وسألوه أن يرفع الهم والغم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلِّ اللهم وسلِّم وبارك وزِد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الأحبة في الله سألت أمي عائشة رضوان الله عليها سألت النبي محمد سألته سؤالان السؤال الأول قالت يا رسول الله من أحق الناس حقًا على الرجل ومن أحق الناس حقًا على المرأة للرجل يا رسول الله أي الناس أعظم حقًا على المرأة أعظم حق بعد حق المالك على المرأة زوجها بس لما يكون راجل أيوة يكون راجل أيوة أكون راجل عشان تأخذ حقك اعطي واجباتك كن رجل وإلا لما تزوجت العصمة في يدك والكلمة كلمتك ثم مضيع لبيتك ثم تقول قال رسول الله هذا استشهاد في غير موضعه إن أردت أن تكون لك عائشة كلها أنت سيدنا النبي كلها أنت أبا بكر كلها أنت عمر كلها أنت عثمان كلها أنت أسامة كلها أنت الزبير كلها أنت جابر كلها أنت عمر كلها عبد الله لمسعود عبد الله أي واحد من هؤلاء لكن نحن نطالب وننسى ما علينا أحبابي أخواني في الله أي الناس أعظم حقا على المرأة فهم ابنتك في ليلة الدخلة أو في إذا كانت مخطوبة قل له يا بنيتي زوجك حقه أولى عندك مني أنا ده كلام النبي محمد قالت يا رسول الله من إن حق الناس أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها اسمعني يا أخي نحطي الحقوق قال زوجها ثم عكست أمي عائشة فقالت وأعظم الناس حقا على الرجل قال أمه أمه ليس من الشرط وليس بواجب خزها من رسول الله أن امرأتك تخدم أمك أيها مرأة مش واجب على تخدم أمي إنما من حسن العشرة إنما تحطي لها العقدة في المنشار ظلمتها هذا هو الدين ليس بواجب نصدع بها من على منبر رسول الله أن تخدم أمك إنما أنت خادم لأمك دي شيلتك أنت تشيلها وواجب عليك وأنت مسؤول بين يدي الله كيف أتعامل مع الوالدين تتعامل معهم مثلما يتعامل العب مع سيده وأذكر بعض الأمور التي شاعت وضمت أنا عن نفسي تضايقني نفسيا لما أسمعها من بعض الأولاد يدخل الواحد منهم على أمه أو على أبيه السلام عليكم يا عم الحج مين يا عم الحج هذا؟ مين يا أخي هذا؟ والله العظيم بكل فطرة وبكل عفوية سألت شاب في ولدك قال للحج حيجي دلوقتي قلت له مين الحج؟ قال لي بابا أتل آآ آسف والله ما خطي بالي مين الحج هذا يا أخي؟ هذا السؤدب وعقوق والله ما كلامي ده كلام أهل العلم راشع كلامي أن تقول له يا عم الحج واحد تاني يقول له يا بيش مهندس ده واحد تالي توصلها المرحلة يطفع منها الكائن قال له زاك يا كبير كبير مين أخي أنت بتسمع على أفلام أكشن ايه كبير دي؟ يا ناس والله آية واحدة تزلزل القلب واخفض لهما جناح الذل بالله عليك النهاردة إذا كنت محب رجع الآية دي وقردت لها ثلاث مرات وتخيل المشهد واخفض لهما جناح الزل يا جماعة الزل قبيح في كل الأمور إلا في موطنين الزل إنك تتعيش مزلول ومنكسر وضعيف في كل الأحوال يكرهه الله إلا في موطنين عرف الموطن الأول بين يدي من؟ بين يدي الله تعيش منكسر ومزلول قدام ملك الملوك عرف التاني اللي أنت تكون منكسر قدامه ومزلول أيها مزلول؟ الوالدين الوالدين فين الدليل يا عم الشيخ؟ اسمعها واخفض لهما جناح إيه؟ أنت قلتين دلوقتي على الله يرضى عنك؟ الزل أيها تكون منكسر أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه صور في البر صور في البر أسامة بن زيد في عهد سيدنا عثمان وصلت النخلة النخلة الواحدة بألف درهم عارف مقدار الزكاء يبدأ من أين؟ من فين جبنا احنا الخمسة والثمانين جرام والكلام ده؟ قالوا في عشرين دينار من الذهب عشرين دينار اللي معاه عشرين دينار ذهب عشرين دينار ومرت عليهم سنة يطلع زكاء واللي معاه ميتين درهم والدرهم من الفضة ميتين درهم يبقى من الأغنياء وصلت النخلة في عهد سيدنا عثمان بألف يبقى الراجل ده من الأسرياء اللي معاه ألف فاشتهت أمه الجمارة عرف الجمار الموجود في قلب النخلة في قعرها فقالت يا بني إني لأشتهي الجمارة فخرج رضي الله عنه أرضا مسرعا ثم قام بقطع نخلة شاهقة عملاقة أفضل ما عنده فجاء الأصدقاء قال ويحك يا رجل بألف ترميها أرضا فبكى أسامة بس يا بطل أسامة تربية النبي أسامة بن زيد تربية الأم تربية النبي الذي قال عنه النبي الحب بن الحب الحبيب بن الحبيب ثم بعد أن جسها جاء بقطعة لا تتجاوز الكيلو فقال ويحك يا أسامة بألف تقطعها فبكى وقال والله ما من شيء تطلبه أمي في الأرض ولا في السماء وأنا قادر على أن آتي به لآتين به ولو كان ثمنه ثمني ده شغل إيه ده شغل واحد بيقول لي يا شيخ أنا ما معيش مجاكل غير أمي شغل إيه ده شغل إيه ده يا أحبابي ثم نسأل لماذا العقوق راجع تاريخك يا أحبابنا أخواننا في الله يا جماعة عشان نختم الجمعة الله يرضى عنيكم راجع أحوالك إذا كان الشقاء من كل مكان لفي فايدة في الفلوس وأنا معي عقار وساكن تمليك ومعي أولاد وعندي مرتب ومع ذلك الهم يا عم الشيخ ميس سيبني راجع برك بوالديك الدليل لأن البار كتب الله له أن لا يعيش شقيا أبدا الدليل بالراحة اسمعها من الكليم في مهدي وبارا بوالدتي ولم يجعني اسمعتها يا أخي جبارا شقية أما أنك حبيب وأخي في الله تمر الأيام والشهور ولا تعرف عن المسكينة هل أخذت علاجها هل أخذت طعامها هل هل يا أحباب أخواني في الله ثم تطلب سعادة لا يا أخي لا يا أخي لابد أن تراجع نفسك واسمع حبيبي وأخي في الله أن العقوق دين في الدنيا قبل الآخرة وكتب الله هذا أحباب أخواني في الله فإياك ثم إياك أن تنالك دعوة من أمك فوالله الذي لا إله غيره قد أخبر النبي محمد بقوله أن دعاء الوالد لا يرد هذا رجل يا أخواني في الله تجاوزت تسعين من عمره تسعين سنة من عمره أيها الأحبة في الله ضاق به الأولاد فتركوه في منزله واكتف الرجل بصرة أصبح كفيف البصر يقول الرجل وهو يصرخ بالصطو الصورة تركوني حتى في الشتاء وأنا كثيف وتجاوزت تسعين أصرخ بكل ما أوتيت من قوة لعل واحد يأتي إلي من الجيران أن يأتي إلي بكوب من الماء قال مرت علي هذه الأحوال وأنا أعاني أمور الدنيا سنتين فجاء إلي أرحمهم بعد سنتين أرحمهم قال تعالى عم الحق كلمة عم الحق خلي بلك منها تعالى عم الحق فظننت أنه سوف يسكنني معه وجعل لي غرفة في بيته فأخذني إلى دار المسنين ووضعني ثم قلت له وأنا في المكان أنا فين يا ابني وهو الذي صرف عليهم وعلمهم وقسم لهم المراس بس دي خلطيتك لماذا تقسم المراس وأنت حي ليه خيف من وده خيف من وده أترك النتيجة على الله خلي الزمان في يدك كن رجل زكيا مؤمنا خلي الزمان في يدك الكل إن لم يأتي بهم سيف الإيمان سوف يأتي إليهم سيف المال حبيبي وأخي في الله قلت لهم أين أنا أنا لم أرى أين أنا ما رحموا شيبته ولا ضع ولا فقد بصري أنتوا سبتوني فين قالوا له كلمتين برضك إحنا جبناك مكان أنت ترتاح وتريحنا منك إحنا بالصراحة مش فضيين لك فيقوله فبكيت فجاوحت خد بيد ودخلني غرفة مرت علي سنتين ده من بيحكي أحد المشايخ الكبار المعروفين يقول فدخلت هذه المستشفى فرأيت هذا الرجل فدخلت عليه وقبلت رأسه وخاصة لما عرفت أنه كفيف فألت لي ابننا نفسي في حاجة واحدة قال له ماذا تريد قال أريد رغف واحد من الخبز بس خارج المستشفى خارج دار المسنين نفسي أكلها والله فيرى الشيخ وأتى إليه بالطعام فلاك لقمة في فمه ثم أخرجها ثم أخذ يبكي كميس لطفل بعد تسعين سنة تسعين سنة حيث منه يا أبو تسعين دا ثم قلت يا عم سمحني حسألك سؤال معك أولاد سكت ثم بكى ثم قال يا ولدي أنا معي عشرة من الأولاد عشرة هؤلاء المجرمين لو قسموا حتى السنة كل واحد شهر بس كم هيعيش لطفل تسعين دا ولكن إذا أراد الله أن يفضح عبدا أو أن يعاقب عبدا فضحه بسوء عمله قال يا ابني من عشر سنة يا ابني عشرة أولي سنتين ما فيهم واحد يظرني في المستشفى ثم قال له يا عم ادعو الله لهم ادعي لهم اسمع اوعى تاخد لك دعوة اوعى ركز هخلص أنا خلاص جمعة يكن إياك أن تجعلها تضطر أن تدعو عليك والملك يقول استجبت لأن النبي قال دعاء الأم والوالد لا يرد مش هتنفع تمساحه قلت له يا عم ادعو الله لهم قال لا والله لا أدعو لهم أبدا والله أنا خصيمهم بين يدي الجبار يوم القيامة والله لن أتركهم والله لن أتركهم أمام الحكم العدل فقلت له أرفق بنفسك يا عم وإحنا أولادك وإحنا اللي أنت عايزه وإحنا معاك وقلوبنا معاك شوف مع المرار ده كله مع المرار ده ثم يقول الأب القلب هيتكلم اللي جيدة قال له يا ابني فعلا قلبك معايا ويدك معايا بس برضك ما فيش أحن ولا أرحم من يدي ولدي وقلب ولدي شغلانة كبيرة فأخست أسري عنه الشيخ يقول ثم قلت له أعف عنهم وهو يهتز من البكاء ثم قال هم فكرين اسمع هذا يا أخي إنهم حيرتاحوا حيسعدوا حيعيشوا مع أولادهم مطمئنين لا والله والله ما حيرتاحوا ثم انفعل ثم قال يا رب كررها ثلاث مرات يقول الشيخ إذا أنا بي قد سابت أعصابي من البكاء وجريت جرى الشيخ خرج جري من الغرفة كررها ثلاث مرات تخيل واحد كده بقوله يا رب يا رب سنه تسعين سنة وكفيف ومظلوم يا رب يا رب لا تسعدهم في الدنيا ولا في الآخرة الشيخ ساب الغرفة جاري ثم عاد الشيخ يقول عدت إلى بيتي فلما عدت مر شهر اثنين قلت روح شف الراجل ده المسكين ده روح بص عليه حتى أخذ له عيش معي فيقول دخلت إلى غرفته مباشر ففتحت الباب فلم أجد أحد على السرير فناديت على الممرضة يا فلانا فين الراجل الشيب بل كان هنا آل دمات الشهر اللي فات دسمع إلى الطامبة الكبرى قالوا وماذا فعلتم معه قالوا تصنع على أولاده العشر الواحد بعد الواحد بنات وأناس كل واحد رد علينا بجملة مفيدة قالوا احنا مش فضين غسلوه وكفنوه وادفنوه واحنا حنحسبوكم على الله حنحسبوكم على المشاريب ثم تقول لي 21 مارس راجع نفسك قبل فوات الأوان قبل أن تدخل في كلمة الملك وهو يقولها الجبار وهو غضبان والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثان استغيثان الله ويلك آمن يبني كم مرة سوف تأتي اللحظة يا بطل إن لم تدركها فلم تسمع كلمة يبني أو يا حبيبي أو يا غالي أو يا بطل تعالى نمشتغالك حتزول أو سوف يزول الأب والأم ثم تقول لي 21 مارس 21 مارس بتعمين ده تعمة النبي محمد الذي استأذن ربه سيدنا النبي ما رأى ما عاش معها إلا سنتين وقد وصل النبي صوته إلى الدنيا وما فيها ثم استأذن النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة السنين الأخيرة من حياته استأذن ربه أن يستغفر لوالديه فلم فمنع ثم استأذن ربه بأن يزور أمه قال له طبنا عايزة أزور أمه قال اذهب إليها ذهب النبي وكان معه أنس سيدنا النبي تجاوز الآن ربما الستين فوقف عند قبر أمه منكسرا سيدنا رسول الله بتأذب ثم بدأ يبكي النبي حتى قال أنس ابتلت لحية النبي محمد وابتل صدر النبي محمد وتساقط الدمع على الأرض شوقا من رسول الله إلى أمه يا أحباب أخواني في الله ثم تقول لي 21 مارس أدرك الزفين قبل أن تغرك وعليك بكلام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بادر قبل أن تغادر بادر قبل أن تغادر أسأل الله في هذه الساعة الطيبة أن يجعلن من البارين بهما اللهم ارزقنا البر بهما اللهم ارزقنا البر بهما اللهم سامحنا إن انفعنا عليهم اللهم إننا انفعنا عليهم يا رب فسامحنا اللهم إن أصواتنا ارتفعت عليهم فسامحنا اللهم إننا قد فضلنا زوجا عليهم وفضلنا 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 وولدا عليهم فبرحمتك ارحمنا ورب العالمين اللهم إنا نسألك يا ربي أن تعفو عنا عن تقصيرنا نحوهم اللهم إننا قصرنا فاعفو عنا قصرنا فاعفو عنا ارحم لنا كل ارحمنا يا رب العالمين واغفر لنا كل كلمة وجهناها إليهما اعفو عنا عن كل موقف فعناه معهما اعفو عنا عن كل من قدمناهم عليهما اللهم اغفر لنا زنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا ربنا على القوم الكافرين اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مخفور وبعيب مستور وبتجارة لن تبور وأن تجمعنا في الجنة مع سيدنا الرسول اللهم من كان حيا من والدينا فأطل في عمره أطل في عمره وأحصن عملا اجعلنا يا ربي خدما عند أقدامهم اجعلنا خدما عند أقدامهم اللهم اجعلنا خدما عند أقدامهم واعفو عنا عن تقصيرنا نحوهم فأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم من كان منهم ميتا فاعفو عنه فعافه واعفو عنه فعافه واعفو عنه فعافه واعفو عنه أكرم نزوله أكرم نزوله أكرم نزوله أكرم نزوله وسع مدخله وسع مدخله اغسله بالماء والثلج والبرد رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا كما أدبونا صغارا كما أطعمونا صغارا كما تعبوا من أجلنا وهم صغار ونحن صغار يا رأوف يا رحيم أنزل سحابات رحماتك سحاب رحماتك على من مات من والدين على من مات من والدين يا رب حول أحوالهم في القبور إلى أفضل الأحوال أنزل عليهم رحمتك أنزل عليهم سكينتك أنزل عليهم برد عفوك عافهم يا رب العالمين واجعلنا في ميزان حسناتهم واجعلنا في ميزان حسناتهم ولا تأخذنا بما قصرنا يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد المسلمين احفظ مصر وأهلها شعبها جوها أرضها بحرها جميع سكانها رحمك ببلاد الشام رحمك بأطفال الشام واليمن رحمك بإخواننا في العراق وفي فلسطين رحمك بإخواننا في برما وفي كل مكان إلهنا وسيدنا ومولانا يا ذا الجلال والمنة اكشف الكرب والهم عنا عافنا واعفو عنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا شهر الصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اخفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأخواننا والمسلمين والمسلمات ومن أحسن إلينا فأحسن اللهم إليه في الدنيا والآخرة ثم الصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وأقم الصلاة